بالفعل انتهت قبل قليل هذه الجلسة أو اللقاء الثنائي المغلق الذي كان جامعاً للأردن والعراق عبر وزراء الخارجية لكل الدولتين ربما هذه هي الزيارة وزارة الخارجية العراقية التي تقوم بالتنسيق والترتيب مع الأردن على عدة أصعدة بداية نتحدث عن العلاقات الثنائية وطبعاً هذه الزيارة التي سبقها قبل أسبوع من الآن زيارة رئيس الوزراء الجديد محمد السوداني إلى الأردن وكان له لقاء مع العدد من المسؤولين يتقدمهم لقاء العاهل الأردني التأكيد على أمن العراق وهناك الملف الأمني ربما بالدرجة الأولى العراقي بالإضافة إلى هذه المصالح العربية المشتركة وخاصة ما يجمع الأردن والعراق من علاقات سياسية دبلوماسية بالإضافة إلى المجال الاقتصادي والملفات الأمنية أو القضايا المشتركة القضية الفلسطينية كانت هي عنوان هذا اللقاء بالإضافة إلى التنسيق والترتيب ما بين الأردن والعراق لإقامة اجتماع قبيل نهاية هذا العام وهذا ما تحدث عنه الرئيس الفرنسي ماكرون قبل ثلاثة أيام بأن هناك اجتماعا عربيا فرنسيا يضم الأردن والعراق ومصر وفرنسا بالإضافة إلى الإمارات ونتحدث عن اجتماع مماثل لما كان في العاصمة بغداد ولكن هذا الاجتماع تستضيفه العراق على الأراضي الأردنية بوجود فرنسا والدول التي قمنا بذكرها هذا اللقاء ربما هو لقاء تنسيقي تشاوري أكثر من إنه بروتوكولي كما تجري العادة وربما التنسيق لهذه القمة على الأراضي الأردنية سيكون قبل نهاية العام بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون بالإضافة إلى القضايا المشتركة والملفات الاقتصادية انتحدثنا عن ملف الطاقة الكهرباء ومحطة الكهرباء التي تقام حاليا بالقرب من الحدود الأردنية العراقية وهناك توجيه من رئاسة الوزراء بالإسراع لتنفيذ هذا المشروع بالإضافة إلى النفط العراقي الذي يصل إلى الأردن هناك قراءة ما بين الدولتين لرفع هذه الكميات الواصلة إلى الأردن بالإضافة إلى الملف الأمن الغذائي وملفات عديدة ما تجمع الأردن والعراق صلاح هذا اللقاء ربما يترجم ويؤكد العلاقات الثنائية بالإضافة إلى الهموم المشتركة وخاصة إن تحدثنا عن الملف الأمن الحالي في العراق والدعوات لعدم التدخل وأن يكون العراق ساحة للنزاعات من دول مجاورة للعراق كإيران مثلا وهذا ما يتم التأكيد عليه دائما صلاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر